الرب أنعشنا بشكل خاص الليلة في الترنيم أعتقد ما فيش اتنين موجودين معنا أو بيتابعوا على الشاشة لم يشعروا بأننا نرفع فعلا زبائح للرب ونشكر رب لاستخدامه لأخي الحبيب بهجة اللي نصلي بهجة عدلي أن يعطيه المزيد من الرب في الكتابة والتلحين والترنيم نحن مسؤولون عن كل إناء يستخدمه الرب بالصلاة يا أحبائي حتى يتمجد اسم المسيح في هذه الأيام الأيام قلت جدا 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 ونحن في احتياج إلى استثمار كل طاقة كل وزنة كل إمكانية الرب لا يريد فقط أن يستخدم الذين يقفون على المنابر الرب يريد أن يستخدمك يريد أن يستخدمك يريد أن يستخدمك يا من تشاهدنا بس عايز شرطين شرط الأولاني أن تكون إناء طاهر إناء نظيف خالي من الشوائب انطهر أحد نفسه من هذه يكون إناءا للكرامة مقدسا نافعا للسيد مستعدا لكل عمل صالح الشرط الثاني أن تكون متاحا للاستخدام عايز أفرق بس بين متاح وكلمة تانية الكلمة التانية هي أن تكون كفا للاستخدام لكن أنا أقولش كف لكن أنا أقول تكون إيه متاح بالإنجليزي اسمحوا لي أقولها في فرق بين ability و availability to be able يعني أنا قادر to be available يعني أنا متاح إحنا من مننا يقدر يا أخو من مننا يقدر لنا هذا الكنز في أواني خذفية الرجل الله الرسول العظيم رسول بولس رسول الأمم اللي قال عنه الرب الحنانية هذا لي إناء مختار قال أنا إناء خذفية وبالتالي إحنا كلنا أواني خذفية بس خليك متاح يا أخي خليك متاح يا أختي للرب فسيستخدمك وسيعمل بك أشياء ما كنت تتوقح وتفاجأ في السماء أن الرب يكافئك عن أشياء ما كنت تخطر على بالك أنه تمجد به أشياء بسيطة جدا لكن الرب تمجد بها عايز برضو أعاود الصلاة الآن زي ما صلى أخي بهجت لأجل متألمين كثيرين حولنا والرب وضعنا نحن في قلب المنطقة العربية وهذا امتياز لكي يتشاع منه الكرازة بالإنجيل وللمناسبة دي نشكر ربنا جدا على قناة ساد سابع جدا 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 اللي بتطلع الاجتماع وبتطلع غيره من الاجتماعات النفعة الناس دي أنا بتخيل لولا أن بيوصل لها كلمة الله في البيوت كانوا عملوا إيه لا أنسى إحدى دول شمال أفريقيا لما زورتها قالوا لي المجموعة اللي قضيت معهم أسبوع تكلم معهم قالوا لي الخدمة الفلانية اللي من أسبوعين إحنا حفزينها اتقال فيها خمس نقاط أهم أنا استغربت اللي قالها نسيها لكن هما يعني هما اشتروا من هنا احنا اللي قاعدين إن شاء الله يا رب لما نقابل حد النهاردة ويقول لنا اتكلم في إيه الأخ نقول له إيه اتكلم في كسب أمين أمين الأخ قال المغرب العربي وهذه الموجة الغريبة من الهيجان الشيطاني والمشرق العربي وهذه الموجة الغريبة من الهيجان الشيطان أقل ما نعمله أن نصرخ للرب معا وأنا أقول له اسرع إليهم في ما هم فيه يا رب لك طرق نحن لا نعلمها أنت السيد العلي اللي قال عنك دانيال في يوم الأيام العلي متصلط في مملكة الناس وهو يفعل فيها كما تشاء دعونا نصلي أرجو نقف كلنا نقف كلنا شاركني يا أخي ويا أختي المشاهدين بالصلاة من فضل الأمر يتطلب أن نتوحد مع المتألمين أذكروا أذكروا المتألمين كأنكم متألمين معه والمضطهدين المزلين كأنكم معهم في الجسد دعونا نصلي يا بنا المحب والصالح إحنا جايين في أول خدمتنا يا رب نتضرع أمامك كما صلى أخي الآن نواصل الصلاة لأجل المتألمين بشدة في هذه الأيام وبعضهم لا نستطيع أن نتصور الحالة التي هم فيها بتصل إلينا عبر وسائل التواصل أشياء بسيطة صور بسيطة لكن ماذا عن حال الناس يا رب ماذا عن حال الأسر ماذا عن حال الأطفال الصغار ماذا عن حال الهاربين يا رب يا رب يا أبانا العظيم القدير الحكيم الإله الحكيم وحدك الذي كله بسلطانك وكله لا يحدث إلا لو أزنت وبأصد عظيم نقول لك تمم قصدك وارسل عونك وشجع كل الموجوعين في هذه الأيام في غرب الوطن العربي يا رب بشمال أفريقيا بصفة خاصة الأمور الحادثة بشكل شديد في هذه الأيام يا سيدنا أيضا اذكر الكلمة استلم عبيدك بأقوال من عندك يا رب لمجد اسمك آمين نبدأ دراسة جديدة أحباء بنعمة الله في هذه المرة وانتألنا الرب نستمر فيها دروس من سفر أعمال الرسل سنقرأ مع بعض بنعمة الله الأصحاح الأول والأعداد الثمانية الأولى سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول الأعداد من واحد إلى ثمانية يقول الكاتب الكلام الأول أنشأته يا سوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم أربعين يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أرشاليم بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني لأن يحنى عمد بالماء وأما أنتم ستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير أما هم المجتمعون فسألوه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل فقال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه لكنكم ستنالون قوة متحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أرشاليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض أمين شغلني الرب عندما قد أفكاري وأنا بصلي بعدما انتهت من اللي كنت مشغول به في الدراسة السابقة رسالة بطرس الأولى وأشار الأخ بها جدلوتي أن دي رسالة الكنيسة المتقلمة وإحنا تكلمنا كتير عن الألام فيها ويمكن كان آخر حلقة لنا أن هذه الرسالة لا فقط تتحدث عن ألام شعب الله لكن تتحدث عن ألام رب المجد ألام سيء رأس الكنيسة أدي تقلم وده أكبر مشجع للمتألمين وللإخوة المتألمين سبقنا في هذا الطريق من سيدنا ووعدنا ليس بحياة سهلة ليس بطريق مفروش بالورود لكن وعدنا بالضيق في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم اللي داعي اللي شغالني يا رب بيه فكرتين الفكرة الأولى ليه ندر السفر أعمال الرسل لأن سفر أعمال الرسل يكلمنا عن تأسيس الكنيسة الصح 2 ثم بعد ذلك انتشار الكنيسة بدءا من أوروشاليم مكان وجود الرسل ثم إلى اليهودية ثم السامرة الموجودة برضو في فلسطين لكن كمان طلعت إلى أقصى الأرض تأسيس الكنيسة ومع تأسيس الكنيسة دايما يحصل حكتين وفي عصرنا برضو لما الكنيس ربنا يقومها بعد الكرازة والتعليم تقوم كنايس في حتة ما كانش فيه كنايس اعرف ان فيه خطرين الخطر الأول خطر تعليمي الشيطان يجي كحية وإذا الخطر الأولاني ما نفعش معاه يروح جاي كأسد كأسد وبالمناسبة دي إخو إحنا في بلدنا هنا جربناها دي في الخمس سنين اللي فات لو انتم صح صحين جالنا في الأول كأسد ورحم زمجر عملنا ايه عملنا ايه فاكرين عملنا ايه قولولي عملنا ايه صرخنا وصرخنا وصرخنا وصلوات فاكرين بس 11 2011 تجمع أكتر من 60 ألف هناك في المؤطم في الكنيسة وكانوا كلهم بيصرخوا للرب فهو ما نفعتش معاه الحكاية دي فتراجع هدية الأمور واستجاب الرب وأرسل لنا السيسي اللي لازم نصلي لأجله باستمرار الرئيس السيسي الرب يحفظه ويديله حكمة ويعينه الضغوط جاية من بره جامد عليه ومتاعب ووجع قلبي من جوه لازم نصليله في كل اجتماع صلاة أرسله الرب وتنازل الرب واستخدامه فيه مكنش نعرف نمشي في الشوارع كانش فيه أمن في الشارع الرب دانا الأمن بس الشتان قال إيه قال يعني منفعش في مصر الموضوع ده طب جايل له فجاءت الجولة الثانية كيف جاءت الجولة الثانية بمجموعة من الأفكار الغريبة عن التعليم المسيحي دخلت دخلت من هنا ومن هناك وعلى الانترنت وعلى الفيسبوك وحصل ارتباك شديد لدى المؤمنين وتقريبا قعدنا حوالي سنة ونص أو سنتين كلنا في دراستنا اللي بتتقدم بالذات على الفضائيات اللي طلعة احنا بنعمل ايه بنروح فتحيني الكتاب علشان نسبت اخوتنا الحبايب اللي في كل الكنائس ونقول لهم قادي الرد على التعليم الغلط اهو الرد بالصح ايه اهو نفس الحكاية حصلت مع الكنيسة عبر التاريخ سفر الاعمال جاي بجانب واحد بس اللي بعد كده نعرفه في الرسائل جايب ايه سفر الاعمال جايب الاضطهاد وهقف وقف اللي لادي عليه ماقدرش عديها وانا بعمل مقدمة لسفر الاعمال جايب الاضطهاد طب تعال بقى على الرسائل تشوف تفنن الشيطان كالحية في ادخال تعليم ايه غريب شوفوا بوليس يقول ايه في كورينسوس التانية 11 يقول لهم اخاف عليكم انه كما خدعت الحي حواء قديما بمكرها هكذا تفسد اذهانكم عن البساطة التي في المسيح اللي انتم قبلتم معلمين جايوا لكم بيكلموكم عن مين مسيح اخر انجيل اخر مافيش غير مسيح واحد ومافيش غير انجيل واحد وشرحوا ابتدى مع بتاعه غلطية هو برضو شغال عدو الخير يعني كورينسوس دي فين كورينسوس دي فين كورينس دي فيق اوروب في اليونان دي مجموعة مدن كورة غلطية في اسيا اليه النهار ده جزء من تركيا راح لهم راح لهم بايه بحت التعليم موجود لغاية النهار ده خلصنا بالايمان نسيح مات على الصليب رائع بس مين قال نضمن خلاصنا كده مال هتعمل ايه يلا نشد حلنا هتولنا من النموس نجيب ايه من النموس هاتوا من النموس حاجات تانية ايه اللي نقدر نجيبه من النموس نجيب من النموس الختان ونجيب من النموس ايه اعمال النموس يا عمي دول امم ما لهم امم بالختان الختان ده كان لليهود وخلصنا ودول عمرهم ما شافوا ولا يعرفوا النموس بيقول ايه لسه عايزين تحطوهم تحت نير النموس متابعيني؟ راح بولس بقى كتاب لهم رسالة بيزعلوا بيزعلوا من اللي بيردوا على الخلط طيب شوفوا الرجل ده بيقول ايه اول اصحاح مفيش لا تحيات ولا سلامات ده هو على طول تكلم عن المسيح اللي بذل نفسه وبعد كده يقول لهم ايه يقول لهم ايه اني اتعجب اتعجب كثيرا من انكم العدد البعد اني اتعجب انكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح الى انجيل اخر ليس هو اخر غير انه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون ان يحولوا انجيل المسيح ولكن انبشرناكم نحن او ملاكم من السماء بغير ما بشرناكم فليكن انا سيمة او محروم او ملعود كما كما سبقنا فقلنا اقول الان ايضا ان كان احد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن انا سيمة وبعد كده مش هدخل في اللي جاي لكن اصحاح ثلاثة يقول لهم ايها الغلاطيون الاغبياء عذاك ما قالهاش لاخوة كورنسوس معاني كان السلوك هناك زعا القوي بس اقل لكورنسوس حاجة تاني قال لهم ابي عصى ااتي اليكم انا بروح المحبة والوداعة انا ليه سلطان رسولي اجي اعزل معظم الكنيسة لا مش هعمل كده انا مش عايز اكدركم لكن انا عايز اعمل ايه انا عايز اجلكم بروح الوداعة واعليكم لكن في غلطية ما يقفش ساكت يبقى زي السيف بولس ايها الغلاطيون الاغبياء من رقاكم انتوا حتى عملكم سحر من سحركم حتى حتى لا تزعنوا للحق انتم الذين امام عيونكم قد رسمى يسوع المسيح بينكم ايه مسلوب واخدين بالكم اخوة الكنيسة واجهة ايه ده احنا لسه لسه في نص يعني نص القرن الاول وصلنا لستين ميلادية لا 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 انا ما عنديش وقت اللي لادي بالذات اتكلم عن شوف القرن التاني الميلادي اللي دخل فيه ايه والقرن التالت الميلادي اللي دخل فيه ايه وهكذا بس الرب في كل قرن يقيم ابطال ولا ننسى ونحن نعيش في مصر ان الذي تصدى للبدعة الاريوسية هو رجل الله القديس اساناسيوس الرسولي وإلا كان ضاع النهاردة تعليم لهوت الاب ايه ايه طريقة التانية اللي بيجي بيها الشيطان بيجي بايه بيجي اتهاد حيا ما بينفعش بس خدوا بالكم اخوة دايما الحيا اخطر من من الاسد الاسد يزمجر نخاف نستعد نصلي لكن الحيا يتسحب يتسحب هنا بقى في سفر الاعمال هو عمال يزمجر 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 الاتهاد فين الاتهاد من اولها عايزكم تتتبعوا معايا بس قبل ماجل سفر الاعمال المسيح انبأ بالاتهاد عايز اقرأ بس ايتين ثلاثة من يوحنى ستاشر شوفي ماذا يقول الرب يسوع له كل المجد في يوحنى ستاشر عدد واحد قد كلمتكم بهذا لكي لا تعصروا سيخرجونكم من المجامع بل تأتي ساعة شوفوا اللي جاية دي شوفوا اللي جاية وركزوا معايا فيها يظن كل من مش يسجنكم لا يا ريت كل من يقتلكم انه قيام ناس اتقتلت من حال 15 سنة قريت كتابه لازال عندي في البيت عن تاريخ الكنيسة غاية قبل ما يبتدي القرن الحدي والعشرين فقال حاجة غريبة قوي قال ان عدد من استشهده لاجل المسيح في 19 قرن من واحد ل 19 اقل من اللي استشهده لاجل المسيح في القرن العشرين بس في العشرين بس الوحد سيخرجونكم من المجامع بل تأتي ساعة فيها يظنون كل من يقتلكم انه يقدم خدمة لله وسيفعلون هذا بكم لانهم لم يعرفوا الاب ولا عرفوني معني بيبقى باسم الدين الكلام ده احياني ولكني قد كلمتكم بهذا حتى اذا جاءت الساعة هتيجي الساعة اقول لنفسي قد تأتي الساعة لنا قد تأتي قد تأتي اخوة اخوتي المتألمين في شمال افريقيا جاءت الساعة لكم واخوتي المتألمين في اماكن اخرى في المشرق العربي جاءت الساعة لكم لكني قد كلمتكم بهذا حتى اذا جاءت الساعة تعملوا ايه تذكرون اني انا قلته لكم ولم اقل لكم من البداية لاني كنتوا ايه لاني كنتوا معكم ده دي نبوة المسيح وهي عمالة تم تعالوا نشوف تمت ازاي في سفر الاعمال تعالوا نشوف تمت ازاي في ال اقول ايه في يا دوبك المسيح صعد ارسل روح القدس ها حد نايم حد من قاعدين نايم ده اللي على التيفي يزعلوا مننا يقول لك او حد ينام مع الكلام ده حد نايم اه فيه ناس نايم عيب عيب اللي لقى حد نايم جنبه يديوله زغط جامد يقول له الاخ فيه بيقول لك اصح سفر الاعمال بص كده اعمال واحد بطرس ويحنة بعد اول معجزة اقامة المقعل عند باب الهيكل الجميل يعني دي يا دوبك يا دوبك بعد اعمال اتنين وبينما هما يخاطبان الشعب بطرس ويحنة اقبل عليهم الكهنة وقائد جند الهيكل والصدقيون متدجرين متدجرين من تعليمهم الشعب وندائهما في يسوع بالقيامة من الاموات هو اسم الرب يسوع بيضايق الناس وقصة الصليب وقيمته بتغيز الناس كما هو الانجيل كده هو احنا نعمل انجيل على مزاجنا عشان نتلف الاتهد هو ده الانجيل هو ده الانجيل فألقوا عليهم الاياد ووضعوهما في حبس الى الغد لانه قد صار المساء وكثيرون طبعا خد بالك وكثيرون من الذين سمعوا الكلمة امنوا انتي معنا ولا روحت حتة تاني انتي معنا في اعمال الربعة لا انا مشوفتهاش فوق لا عفوا اعمال الربعة واحد عشان بس الاخوة يطبقوا فألقوا عليهم الاياد ووضعوهما في حبس الى الغد لان الدنيا ليل قد صار المساء قالوا مش وقتوا دلوقتي انحاكم نزلهم في السجن وكثيرون من الذين سامعوا الكلمة ايه امنوا وروح قدس يقول الكلمة المعزية دي مع اول موجة اضطهاد وصار عدد الرجال نحو نحو ايه خمسة الاب عملوا فيهم ايه عدد 18 عشان ناخدش الوقت عدد 18 فدعوهما بطرس يوحان واوصوهما ان لا ينطق البته ولا يعلم باسم يسوع بس بطرس ربنا يدينا بطرس ويدنا الملء بالروح شكرا رب فيه نسمع الناس حلوين فاجابهم بطرس ويوحان وقالا ان كان حقا امام الله ان نسمع لكم اكثر من الله فحكموا يعني هنسمع كلامكم منتو ومنسمعش كلام الله هي دي منطقية الراجل بيقول كلام منطقي نأننا نحن لا يمكننا ان نتكلم بما رأينا وايه وسمعنا ده احنا شفنا بعنين المسيح علق على الصليب ونزل ودخل الاب وقام وبعد ما قام ظهر لنا ما نقدرش نسكت وبعد ما هددوهما ايضا اطلقوهما اذ لم يجدوا البتة كيف يعاقبونهما بسبب الايه الشعب جميل تعالوا كمان معايا في عصاح خمسة عدد سبعتاشر بالصقر ستاشر خمسة ستاشر فقام فقام رئيس ستاشر واجتمع جمهور المدن المحيطة الى ارشاليم حاملين مرضى ومعذبين من ارواح النجسة وكانوا يبرؤون جميعهم قوة الروح القدس قوة المسيح عاملة في تلاميزه فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه ولحظوا دول شاعة ايه مش الفرسيين الصدقيين ليه اللي قتلوا المسيح وسلموه للحاكم الفرسيين لكنوا مش طيقينوا ما ليه دول ظهر الصدقيين لان كرازة سفر الاعمال كلها تغيز الصدقيين كرازتها ايه قيامة المسيح والصدقيين دول دول العصريين يقول لك لا في روح ولا ملاك ولا قيامة ما كنت شمسك بايدي ما صدقش عندي عقل وربنا قال لي استخدم العقل بدون عقل ما تقوليش ما تقوليش واللبيب بالاشارة يفهموا ف وامتلقوا غيرة فألقوا ايديهم على الرسل ووضعوهم في حبس العامة او المعجزة بس مش دائما المعجزات ولكن ملاك الرب في الليل فتح ابوها بالسجن واخرجهم وقال اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة عدد تاتة وثلاثين فلما سامعوا سامعوا دفاع بوترس والحياء بوترس جدع قوي في دفاعه ما تكلمش لا عن الرسل ولا حاجة هارفين تكلم عن مين عن المسيح انا ما عنديش غير المسيح حتى في المحاكم اتكلم فيه هذا هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي اسرائيل التوبة وغفران الخطايا ونحن شهود له بهذه الامور والروح القدس ايضا الذي اعطاه الله للذين يطيعونه رد الفعل ايه فلما سامعوا فلما سامعوا 33 فلما سامعوا حنقوا وجعلوا يتشورون ان يقتلوهم لغاية لما قام غمالئيل وبعدين غير لهم الفكرة بلاش قتل وإلا الدنيا هتهيج تعالوا عدد اربعين عدد اربعين فانقادوا الى رأي غمالئيل ودعوا الرسل وعمل ايه جلدوهم الجلد مسهل بس انبتالي هم بتجلدوا تذكروا ان سيدهم الغالي العظيم اتجلد قبليهم جلدوهم واوصوهم ان لا يتكلموا باسم ايه يسوع ثم ايه اخوة ثم اطلقوهم سؤال عندي سؤال مرتبط بالحتة دي لماذا يسمح الرب بالاتهات وده سؤال بيحير الناس كتير اليس هو كافيا لمنع الاضطهاد مية في المية اليس هو قديرا بالقدر الكافي ان يمنع حدوث هذه الاشياء مية في المية اذا لماذا تسمح يا رب بالاضطهاد على الاقل للاربعة اسباب التي سأذكرها الان هما اسباب كتير لكن للوقت اسكر اربعة اسباب سبب الاولاني انه يريد ان يعلمنا ويعلم المضطهادين ان حتى الاضطهاد تحت سلطانه هو وهو الذي حدد شدته وحدد فترته تعالوا معي الى رؤية اثنين خطاب الرب الى ملاك كنيسة سمرنا رؤية اثنين خطاب الرب الى ملاك كنيسة سمرنا عدد تمانية واكتب الى ملاك كنيسة سمرنا بهذه المناسبة سمرنا يعني مر هذا يقوله الاول والاخر الذي كان ميتا تعاش انا اعرف اعمالك وضيقتك وفقرك مع انك غني وتكديف القائلين انهم يهود وليسوا يهودا بل هم مجمع الشيطان ده ايه نوعه ده ضغط بقى ده مش ده ضغط اضطهاد اضطهاد ده مش ضغط من الاباطرة الرومان ده ضغط من مين من الجوانب الدينية لا تخف البتة مما انت عتيد أن تتألم به هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا هتمتحنوا شوي ويكون لكم ضيق عشرة أيام مش بالضروري دول كانوا عشرة أيام بس كان عشر مراسيم رومانية طلعت مرسوم ورا مرسوم ورا مرسوم كانوا الأباطرة بيطلعوهم وفي خلال العشر مرسوم دول المسيحيون في القرن الأول ذاقوا الأمرين من طرح لي الأسود المفترسة في الأماكن والناس تشاهدهم زيارة لي في تونس من ثلاث سنين كنت أسمع عن شابا انتقلت اتطهضت في تونس اسمها بيربتوا وممكن تدخلوا على جوجل اللي تداروا عليه الشابة دي كان عندها واحد عشرين سنة وكانت من عائلة غنية وتزوجها شخص يليق بها وأنجبه طفلا صغيرا لكنها أمنت بالمسيح هي وخادمتها وأعتقد اتنين آخرين من الشباب ووصل الخبر إلى المسؤولين فأرسلوا لوالدها وهو رجل لها واعتباره قالوا له روح عقل بنتك أن ترجع عن هذا الأمر هذا خطر شديد جدا جدا فرح وكلم بنته قال لها بنتي يعني الموضوع خطير الظروف هنا في البلد صعبة تونس كانت قرطجنة والحقيقة لما رحت شفت الحتة دي جنب قرطجنة على طول على البحر المتوسط ويا بنتي من فضلك ارجعي قالت له لا يا أبي أحبك وأطيعك لكن لا أستطيع أن أعصى المسيح قال لها النتيجة سيقتلوك قالت له أنا أعلم هذا لكن لا أستطيع أن أترك المسيح فرح جاب لها طفلها اللي بتردعه ما كانش يكمل سنتين قال لها ارحمي شيخوختي وارحمي هذا الطفل قالت له أني بكت قالت له أنت أبي الغالي الذي أحبه وهذا الطفل أعطاني إياها الله سيتولاه الله ولم ترجع ويوم تنفيذ الحكم ما استدعاها الحاكم في جلسة علنية تربتوة وخادمتها وشابين اتنين وترجوهم قالوا من المرة الأخيرة بنديكم فرصة مين يا ترجع ولا حد فيهم ترجع فابتدوا يطرحوهم الحدة بقى اللي ترحوهم فيها أنا شفتها إيه المنظر هناك ملعب صغير لتحت من الدائري رموهم وفي باب من تحت الباب ده مقفول جاية منه نعم الحيوانات الأسود وأثيران الهائجة المفترسة وفتحوا الباب كتأول وحدة بربتوة وهكذا تم وتاريخ كنيسة يسجل هذا دخلت البقرة الهائجة وبقرونها مزقت هذه البنت هذه الشابة بربتوة لكنها لم تسلم الروح فأحد الجنود الوقوف الروماني بحربته أجهز عليها وانطلقت لتكون مع المسيح فضلكم اقروا شوية في تاريخ الكنيسة زي ما قال أخونا بهجت احنا محتاجين ننضف من حاجات كتير في ناس قدمت حياتها سن 22 سنة لأجل المسيح تركوا الطفل مين هيردعو هيتله هويت ولا وذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم فين في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق عشرة أيام بس طالب منك طلب يا بتاع سمرنا كن أمينا إلى الموت وهو دية وغيرها الألاف دول كانوا أمنا لغاية فين الموت فسأعطيك إيه كليل الحياة المر إذن الدرس الأول الرب يريد أن يعلم المضطهضين أن الأمر تحت مين سلطانه حدد له عشرة أيام ما قاله همش خمسة وقاله خمستاش هم عشرة أيام ما فيش غيرهم النار ستبقى مولعة بس معلش زي ما قال أحد الشراح هو بيكلم عن تجرب المؤمنين عموة مش الاضطهاد قال لك عندما يضعك الرب بسماح منه في فرن يمكن بعضنا بيدخل في أفران مرض تجربة عائلية ابن متعب شوية مشاكل قال عندما الله يضعك في الفرن يا أخي المؤمن اعلم حقيقتين أن عينه ترى ترى الترمومتر يعني وصل لدرجة الحرارة كام ويده تمسك الترموستات الترموستات ده اللي بيعمل إيه يعلي أو يعمل إيه يوطي تحت سلطانه كل شكرك يا رب مفيش حاجة تعزينا لما نكون في الفرن غير إنه هو إيه غير إنه هو ماسك السبب الثاني لماذا يسمح الرب بالاتهاد لكي ينقل كنيسة ويحفظها من الشوائب وأنا تكلمت في البداية عن الشوائب ينقل كنيسة ويحفظها من الشوائب أيه الشوائب حكتين الحقيقة غير اللي قلتون تعليم الغلط والسلوكيات الملخبطة طيب لما يكونوا اللي متركين في الأرض يشهدوا للمسيح منظرهم وسيرتهم وبعهم وشراهم وفي أفرحهم وفي ظروفهم لا يختلفوا عن غير المؤمنين إيه ده وهو راضي وساكت نطول باله يا كنيسة قومي يا كنيسة قومي في كل حتة كفاية ما سببناه من عصره لمسيحيين بالإسم وكفاية لما سببناه من تنفير لمنهم خارج الدائرة المسيحية وبودنا سمعنا في مناسبات ذا الأفراح بودنا دي بودنا دي سمعنا هي دي كنيسة آه طب هو ده لبس يتلبس بودنا سمعنا هو عايز ينقي الكنيسة ما بيغلطش لما بيبعد في أي حتة شوي الضغط ولو ما كانش الضغط عام في البلد بيبعد ضغط على البيت ويبعد ضغط على الفرد يقولوا حبيبي أنا عايز أنضف شوية مش ناف أنت ملخبط خالص أنت بتعق خالص أنت بتقلد الآخرين أنت عايز تبان بصورة أنا مش أقل من الناس وحيقولوا علينا إيه ماشي يا ماشي المهم هو يقول إيه هو يقول إيه هتنضف الكنيسة لما يجي أخدها بس مفروض تعمل إيه دلوقتي لكي يقدسها عامل إيه مطهرا إياها بإيه بغسل الماء بالكلمة الكلمة عملة تتقدم بس في ناس ما بتاخدش المغسل ده وتروح تنضف بيه بتسمعه وتنبسط تسمع وتنبسط يعني أنا لو محتاج إن أنا أخد حمام مية وعرفت إن ده المكان اللي أخد فيه الشاور بتاعي بس ما روحتش إيه الفايدة إيه الفايدة فيه شوائب يا إخوة لكن فيه شائبة تانية خطيرة موجودة في الكنيسة في كل العالم والحياة والإضطهاد بينقيها المزيفين المدعين الإيمان الحقيقي وهم لم يختبروا الخلاص وده موجود في كل حد في كل حد كل جماعة كل كنيسة في حنطة وإيه ولو حضراتكم تروحوا الغيط أو تعرفوا حد قلوا له في بداية نمو النباتين دول الحنطة والزوان تقدر تفرقهم يقول لكم بستحيل وهم زي بعض تيموساوس التانية ثلاثة لهم صورة التقوى وهم ينكرون قوات الصورة جوة الكنيسة تقوى برق كنيسة برق كنيسة لا تقوى مش عايز أعيد وزين لا تقوى لا تقوى الرب يقول لا ما ينفعش كنيستي كده لا وقت أن أحكي لما تقرى في تاريخ الكنيسة تستغرب ولا مرة سمح الرب بموجة اضطهاد على كنيسة بما فيها سمرنا إلا وكان في الوقت ده الكنيسة فيها صراعات بين القادة وفيها تعليم غريبة فالرب قال لهم إيه لا أنتم محتاجين شوية إيه شوية نار تنضف تلاتة لماذا يسمح بالاتهاد لكي يدعم الشهادة أمام المضطهدين المضطهدين شايفين وبيضطهدوا عايز ربنا يكلم قلوبهم يقول لهم دي مش تنسلية المسيحية مش أي أي معتقد دون ناس عندهم أساس راسخ مش هتقدروا تحركوهم يقول رب المجد في لقى 21 عن ما سيحدث في الضيقة للبقية التقية يقول لهم والمبدأ لينا وهذا يقولوا لكم شهادة أمام الجميع هتدخلوا في ضيق شديد وده لسه جاي بعد الاختطاف بس ده يقول لكم سيحوله الله إلى شهادة أربعة يقول الاضطهاد إلى خلاص كثيرين يا مش الراحة اللي تخلص لا يصدقني الاضطهاد يخلص ناس كثيرين طب هاتوا مثال أجيب لكم مثال في لبي واحد عدد 12 يمكن ثم أريد أن لا تجهلوا أيها الأخوة بيكتبها من سجن في لبي عدد 12 ثم أريد أن تعلموا أيها الأخوة أن أموري قد قالت أكثر إلى تقدم الإنجيل لحظة واحدة لحظة واحدة لحظة واحدة شكرك لليقظة الرائعة دي يعني كويس بتسعي فيني على طول يا ميري وإحكي لنا أمورك تعرف أموره دي ليها قد إيه هو بس الرجل اللي خاصة في كلمتين محبش يحكي عن نفسه كتير لكن أموره دي ليها قد إيه من وقت ما تقبض عليه فقر وشاليم ووقف يتحكم كذا محاكمة هناك وبعدين رفع دعواء إلى قيصر وبعدين سفرية في البحر وتكسرت السفينة وآخر سفينة برضو هتتكسر تاني وبعدين عشان خاطر الرب وقف معاه وقال له ما تخافش وهبتك جميع المسافرين ما فيش وحد فيهم هيموت وأخيرا وصلوا وصلوا لبلد جنب إيطاليا ومنها إلى إيطاليا وأخيرا وصل روما يا بوي آه وقعد في بيت هنلاقيها دي في آخر أعمال 28 قعد سنتين يعني هو يدوبك في أول 28 في أقصد في أول السجن وكان بيبشر بس تعرف يقول إيه هاتي بقى حتى أن وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع عارفين حضراتكم دار الولاية دا إيه دار الولاية دا المكان اللي بيحصل نبطشيات الجند الرومان بتتبدل فيه هو بولس كان اتنين حوالي يتغيروا أعتقد يا كل 12 ساعة كل 8 ساعات وطبعا في إيديهم سلاسل السلسلة في إيد الجندي والطرف الثاني في إيد مين في إيد بولس ويبدلوا فييجوا واحد يسألوا يقولوا أنت يا عم مسجون ليه أكيد عمل مصيبة سياسية ضد القيصر قلوا أطلاق طب اتخذت في جريمة سرقة أبدا اتخذت في جريمة قتل أبدا عملت ثورة أصدقني أنا ملياش في كده أمال إيه الحكاية ماهدي الناس اللي بتيجي السجون إيه اللي جايبك يقولوا قضية المسيح مين المسيح ده تصور بقى حضرتك السنتين دول قد إيه بقى بيعدي على صاحبنا اللي ممنوع يسافر ده قد إيه على صاحبنا الرسول بولس يعني اللي لا حد يفتكر على الرسول بولس قد إيه بيعدي عليه قد إيه بيعدي عليه عشان كده يقول حتى أن وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن إيه أجمع وأكثر الأخوة في روما وهم واثقون في الرب بوثقي يكترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا إيه يعني إخواتنا بتوع روما خاص كتفيد بكده إخواتنا بتوع روما لما بولس تسجن لأجل المسيح كانوا 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 ضعفة زي حالتنا كده كانوا بخوفين زي حالتنا برضو كانوا مقصرين في الكرازة وفي العمل الفردي وفي توزيع الكتابات على المسيحين بالإسم الغلابة اللي بنقابلهم كانوا مش قيمين بأي حاج بولس تسجن قالوا إيه البعض معقولة وإحنا قاعدين ده حاجة تكسف قوموا واشتعلت الكرازة في فين في روما بس طبعا وقتها كانت لسه المسيحية بتبتدي فكل حواليهم دول أشخاص إيه وسانية لا العجيبة تعرفها من آخر رسالة فيليبي تعرف الكرازة وصلت فين لبيت قيصر ناس من اللي في بيت قيصر أنا مش عارف وكلاء قيصر ناس شغالين عند قيصر في قصر قيصر اللي بعدها الراجل ده كان مجنون حرق روما واللح بالنار عشان يبنيها من أول وجديد ولما الشعب هاج عليه رح حطها في المسيحيين قالوا مين القائد الأكبر للمسيحيين بولس اتقبض عليه تاني ودي كانت اللي بعدها استشهد وقبل ما استشهد كتبت موسي سو ست تاني توصل الكرازة لبيت الراجل ده أمو لي حبيبي تقول إيه بولس في آخر فيليبي أربعة يسلم عليكم جميع القديسين ولا سي اللذين من بيت قصر بيت قصر يوجد في ايه قولوا قديسين وهي خلصت ولا لسه الحكاية بتحصل انتم تعرفوش يمكن احنا نعرف بيت قصر في ناس بتخلص فيه بيبو قدسين اه بس حط بدل قصر بأي اسم تاني هو مش موجود دلوقتي قصر مجدا للرب مجدا للرب دول الاربع اسباب الرئيسية لإيه للاتهاد هيز ادي فرصة كافية الاخ الحبيب بهجت لكن بس عايز ادي حتة مقدمة صغيرة لسفر اعمال الرسل هسيب كل المقدمات اللي انتقلنا الرب وعشت المرة اللي جاية بس انا عايز اختم بآية تمانية ده مفتاح السفر وعلشان نتشجع بيها يااخو سألوه قالوله ايه من عدد ستة اما هم المجتمعون فسألوه يعني التلاميذ قائلين يارب هل في هذا الوقت ترد الملك الى اسرائيل هم لسه منلمهمش لان هم لغاية دلوقتي قبل اعمال اتنين هم يهود ولا مسحيين يهود ما هم بتدوا يبقوا مسحيين من امتى من اعمال اتنين ولسه لسه عند ميلاد الكنيسة لم تخرج الكنيسة من الاقمطة اليهودية لسه ملفوفة باقمطة ايه يهودية فعشان كده كان امال اي يهودي ايه الملك الملك لما تيجي تملك هل في هذا الوقت ترد الملك لاسرائيل الى اسرائيل فقال لهم ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه لكنكم ستنالون قوة ما تحلى الروح القدس عليكم صحين صحين في حاجات مهم او جاي وجميل او كمان فخليكم صحين معي ما تحلى الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في ارشاليم وفي كل اليهودية والسامرة والى اقصى الارض رد المسيح الجميل ده فعدد سبع وثمانية نتعلم منه لنا اربع حقائق هامة جدا كمؤمنين انتبهوا واسمعوني في الاجتماع والمشاهدين الحقيقة الاولى لنا ااب صاحب السلطان جعلها الاب في ايه سلطانه اتنين كل الازمنة والاوقات على الارض تحت سلطان تلاتة الروح القدس الان بعد انسكابه يوم الخمسين يسكن فينا ويقوم بعمل غير عادي فينا اذا اعطيناه المجال اربعة دورنا على الارض ان نشهد امسي كل واحدة باختصار الاولى جعلها القاب في ايه يا سلام على الحلوة دي قاب بس ليه ايه ليه سلطان احنا دايما حتى في تربية الاولاد بنقول كلمة بنقول الام الحنان والاب الحماية بس عمرنا ما قلنا الاب ليه سلطان رغم انه قال الاب في العيلة ربنا اداله قيادة عشان يربي ولاده صح بس كلمة سلطان دي بتبقى فيها اي يعني لان لا يبطش بالولاد زي الناس زمان ويحمد دي له بالقلم فالواد لما يسمع صوت ابوه راجع يروح داخل مستخب بتحت السرير والاساس كاب تحصل زمان دي الحمد الله ان انتهى هذا العصر لان ااب كلمة ااب تحمل كل معاني الحب والعناية والاهتمام والحكمة لست اقول اني انا اسأل الاب من اجلكم لان الاب نفسه يحبكم لانكم قد احببتموني وامنتم اني من عند الاب قد قد خرجت ده بيحبكم جميل لسته اسأل اسأل يعني انتم مش وحتاجين واسطة مش وحتاجين واحد يقول عشان خطر حبهم لان التصور ده بيجي احيانا ما من نؤمن يضعف ولا يغلط يقول اودي وشي من الاب اروح له لا ده انت تبناك الاب بوسط عمل الاب انت ولدت ولادة ثانية وصرت من الاولاد ودخلت العائلة صرت ولدا وصرت ابنا مركز عظيم لكن الاب ده ليه كمان ايه ليه ايه يا اخوة سلطان ليه سلطان ما للدنيا سايبة السياسة سايبة الاضطهاد سايب انا وانت تحت سلطانه طبعا قال السيد له المجد وهو يشجع التلاميذ ان لا يخافوا اما انتم فشعور رؤوسكم جميعها محصاة وكلمة محصاة لا تعني يا احبائي معدودة لكن مرقمة شعرة دي رقم كذا شعرة دي رقم كذا والشعرة دي رقم كذا او للي عارفين احصى محصة يعني معمول لها ايه يعني متصنفة زين تدخل اكزخانة فتقوله ايه الدواء الفلاني يقولك حضرتك عايزوا ايه حبوب شراب حقن ادي الحبوبة ايه ادي الشرابة ادي ايه الحقنة سيدالي الشاطر عشكدا السيدالة دا من يعملوا جرد في اوقات معينة ايه الجرد معناها انا عندي من النوع دا قد ايه وعندي منه قد ايه حبوب او كابسولات وقد ايه شراب للاطفال وقد ايه حقن يتراوح بين 120 ألف إلى 150 ألف لما ميكونش مصلع زي حالاتي وفي النساء بيبقى اغزر كثيرا فياصل الى 200 وشوية ألف دي احصائية لاميز ليس صدفة انت انت تقول لي يعني ربنا بيبعث الحاجات الوحشة اقول لك لا الشيطان اللي عايز ينكد عليك بس الشيطان مايقدرش يقرب منك غير لما يستأذن يقول له ممكن يقول له وتفضل وفي الحدود مش صفر أيوب بيقولك وبطرس قال له الشيطان قد طلبك لكي ايه يغرب لك كالحنط هنتقل للتانية النقطة التانية القاب الذي له السلطان النقطة التانية الأزمنة وايه ايه حكاية الأزمنة والأوقات دي يعني مواقية العالم ده الحقيقة تعبير نبوي يعني انت أنا رب المرة اللي جاية ممكن أتكلم فيه هذا التعبير بدأ من سفر التكوين ويسير ويسير أزمنة وأوقات حتى تنتهي بي وقت ملك المسيح الظهر الآتي فهم هم يهود مشغولين بايه مشغولين بايه بالملك قال لهم ممكن تسيبوا الموضوع ده ممكن تسيبوا دلوقتي هطبق علينا احنا مش تنين ملك السقراء الأخ بها جت مال الله دي قال لق روحك قوي على ان أنا لازم أزيد ولازم اشتري دي جديدة ولازم أشوف لي بائع للقديمة يا أخي يا أخي هو ده وقته نضيع بالساعات لأ طاول بالك لما أدخل على الفيسبوك وأشوف الموقع بتاع الحاجات دية وبيبيعوا المستهلك وبيجيبوا ماشي أنا مش بارفض أنا مش بارفض هتقعد قدي عليها انت بس صلي واعمل اللي عليك تلاقي ربنا اللي انت بتدور عليه بعتهولك يقول لك روح المحل ده في عرض في خصف روح بس لو انت حضرتك حساس لو انت ودنك متدربة يجي قلولنا ما بنسمعش صوت الرب عايزة هاجر أو عايزة تجوز وأنت عايز تعرف صوت الرب في الهجرة والجواز وانت ما بتسمعش صوته لما تنزل تشتري حاجة تقول لي هادي كمان خادم للرب راحا دي المسيح الآن هولندي زارنا في مصر سنة قبل دخولي الكلية سنة 68 كان رجل سريا جدا لكنه كان محبا للكلمة كان معلما من الطراز الاول والرب ثقل على قلبه بعد ان يعني وصل لسن معين ان يوقف البزنس الكبير بتاعه في المانيا وهولندا ودول اوروبا وتفرغ لكتابة شروحاته وعندي منها في البيت كلها بالانجليش ومنها حاجة ترجمت بالعربي وقرر ارسال كل هذه الشروحات لدول الشرق الاوسط للاجتماعات للكنائس هنا لكنائس الاخوة مجانا انا لا انسى كان يدعيني الولد عم منشة حنة اللي وصل برضو للسماء كان يدعيني عنده في المكتب يقول لي تعالى خد وصلوا الاربع كتب دول هيفيدوك الراجل ده في مره في عزة تعرفه قال ايه قال انا لما فكر انزل اشتري بدلا افضل اصلي افضل اصلي افضل اصلي لو شعرت براحة ان انا ننزل اشتريها بشتريها لو شعرت الرب بيوجهني بيقول لي اللي عنده كفاية خلاص كفاية كفاية فيه امور اهم الفلوس الفلوس يطلع لحاجات اهم بولوس بيقول في تيموسوس الاولى ستة اوصل اغنياء في الظهر الحاضر ان لا يستقبروا لا يستقبروا ولا يضعوا رجاءهم على غير يقينية الغنى بل على الله الحي وان يكونوا يكونوا ايه بقى عايز تبقى اغنياء وان يكونوا اغنياء في اعمال صالحة كرماء في التوزيع ليه لكي يصنعوا لانفسهم اساسا حسنا للحياة الابدية تعرف احسن افضل طبعا انا مش دود اخوتي اللي رب نديهم اعمال حرة وبينبركهم ماديا وهيبركهم بس ما تنساش ان احسن استثمار انك تحول كل الفائض عن احتياجاتك الى الى السبب هنسيبوا وصدقوني لما يجي الرب محطوط في البنوك محطوط في البيت هنسيبوا ولا مش هنسيبوا وانا عارف مين اللي هياخدوا بعدين ما هو بعض الاختطاف كل اللي يستهلوا مشوا فاضل مين تخيل كده بلدنا دي بعد الاختطاف بشكلها ايه وفيها مين ومين اللي يدخل البيوت ومين يكسر وفيش وقت في السماء نقولي اخسارة لا خليها دلوقتي نقولي اخسارة وايه ونستسر حاضر تلاتة لكنكم ستنالون ايه قوة قوة ما احلى المؤمن اللي الرب ما تديله ايه قوة اوه انه يسامح اوه انه يعلى فوق الماديات اوه انه يستحمل مراته اوه انه يكون لطيف اوه انه يغفر لولاده اوه انه يربيهم في خوف الله اوه انه يواظب على الاجتماع في ايام اللي فيها الاجتماعات مش لاقل لعزر تلاقيه نام في البيت وركم في البيت اوه انه يستحمل الضغوط اللي جايه في الشغل اقولي اجيب من اين ستنالون ايه قوة مش عندك الروح القدس ساكن فيك ما لو روح القدس ده بيعمل ايه شكرا الله ان كنت مؤمن حقيقي بالمسيح سكن فيك الروح القدس انت لا تحتاج الى احد يصلي لك سنية او يضع يده عليك لكي يعطيك موهبة سكن الروح القدس الروح القدس هنقابله كتير في الاعمال ان شاء الله نحكي في كتير الروح القدس يعطى عند الايمان افاسس واحد اذ امنتم ختمتم بروح الموعد القدوس شكرا يا رب بس سمعنا الانجيل قبلنا الانجيل على طول تختمنا بايه بالروح القدس طيب الربعة بقى والاخيرة وتكونون لي ايه دورنا على الارض قاعدين نعمل ايه شهود لمين خدوا بالكم لي ايها المسيحيون اسمعوا هذه الكلمات وايها المؤمنون اسمعوا هذه الكلمات نحن لا نشهد لطائفة ونحن لا نشهد لمعتقد ونحن لا نشهد لمبادئ مع كل اهميتها نحن نتمسك وانتو تعرفوا كويس الاجتماع هنا واللي طالع المنبر ايه ايه بنهتم بالكتاب في وحيه الحرفي بكل كلمة فيه لكن شهادتنا للخطاة ليست دعوة الى الى طايفة معانا دي ربنا اللي بيعملها اننا ندعو الناس ليختبروا المسيح ويعرفوه وتكونون ايه قولوا معايا لي 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 الشهادة الحقيقية اشاور له لما حكي اشاور عليه اشاور عليه في العمل الفردي اشاور عليه على المنبر اشاور عليه في المؤتمر اشاور عليه قدام خمسين اشاور عليه قدام خمس تلاف اشاور عليه وتكونون لي ايه شهودا بكل الدوائر مرة اللي جاي نشوفها في قرشاليم وفي كل اليهودية والسامرة والى اقصى الارض ربي باركنا واثق انو اخونا بهجة هيستخدموا الرب دلوقتي في ترينيم بس عايز اختم بكلمة شكر للرب لانه تنازل وكلمنا تستحق يا رب شكر قلوبنا الكثير لانك ارسلت كلمتك في هذه الليلة ونصق ان كلمتك دورها ان تشفي وتنجي لا ندري ادي ايه اشخاص كانوا يتابعوننا وسو يتابعوننا ولا ندري ادي ايه كلمتك هتعمل لكن بالايمان سوف نرى نتائجها في السماء عندما نصل اليك نازلنا ندرع امامك لاجل المتألمين ان يتشجعوا بكل ما يصل اليهم يا رب من خدمات بارك ما تبقى لنا وامتلك عبدك بقوة روحك وهو يرنم لإسمك كل المجد آمين ترجمة نانسي قنقر